بسم الله الرحمن الرحيم. التحديم الخطير من البي صلى الله عليه وسلم للذين ينكرون الحديث الضعيف. انا تكلمت عن هذا الموضوع قبل ذلك. لكن سأتكلم عنه الآن. سأقول الآن نقطة جديدة لم اقولها في درس سابق. الرسول عليه الصلاة والسلام بيحذرنا من الاستخفاف بالحديث الضعيف وعدم العمل به. بيعتبره انكار للسنة. اقول لحضركم الدليل. عشان تعرفوا ان الناس اللي بتحرم او بتقول بعدم جواز العمل بالحديث الضعيف او بتقول ان الحديث الصحيح اللي ما جاء في الصحيح كفاية اخطأوا خطأا جسيما وضيعوا على الناس ثوابا عظيما وانكاروا لان حولي تمانين في المية يعني من الحديث الضعيف الرسول صلى الله عليه وسلم قالها فعل. يعني من واقع خبرتي من كل السنين اللي فاتت دي. وحوالي خمسين في المية من الاحكام الفقهية الحساسة مبنية لحديث ضعيفة. فانكار الحديث ضعيف هيضيع على الناس ثواب عظيم. وحيصبت الناس عن كتير من العمل الصالح. وده في انكار للسنة والرسول عليه الصلاة كان عارف ان هيحصل كده فحذر. فشوفوا الحديث الخطير ده رواه الامام احمد وانتعارفين الامام احمد دقيق في الاحديث اللي بيقولها. قال عليه الصلاة والسلام لا اعرفان احدا منكم اتاه علي حديث وهو متاكعون على اريكته. فيقول اطلوا علي به قرآن ما جاءكم علي من خير قلته او لم اقوله فانا اقوله. وما اتاكم علي من شر فانا لا اقول الشر. يعني رسول يقول لك ايه? يقول لك او جاء لك سمعت عنه سمعت في حديث فيه ثواب عظيم او فيه خير. سواء انا قلته او ما قلته او ما قلته انا قلته. احتبرني قلته. يعني اعمل به. حتى لو كان. حتى لو انا ما قلتهوش. لان لان لو انا ما قلتهوش وانت عملت فيه. عملت بالثواب اللي موجود فيه. كعمل صالح. واخلصت فيه. ربنا حتيجي الثواب اللي موجود فيه. والاغلب انه حيكون انه رسول قاله فعلا. الحديث الضعيف يبقى له سند ولوه اصل ولوه شواهد. فهي الدليل بقى ان رسولنا بيحذر. اولا رسولنا بقول لا اعرفان احدا منكم. اتاهوا علي حديث وهو متكئ على اريكادش في يقول اطلع عليه بالقرآن. يعني هاتلي دليل من القرآن. وده في ده فيه كلام عن الناس اللي تنكر السنة بصفة عامة. ما اجاء الرسول ايه ما جاءكم علي من خير. قلته او الم اقول فانا قلته. يعني الحديث اللي جايه فضائي الاعمال كلها. سواء كنت قلته او ما قلتهاش. انا قلته. حديث تاني رواه برضو الامام احمد وحسنه الامام احمد وحسنه ابو داود وجامع علماء. الحديث ده له ممكن عشر طرق. بطرق مختلفة ومطول مختلفة. من حديث جابر ابن عبدالله. الحديث اللي بقول لكم ده من الحديث ابي هرير. لان ده من طريق. ده من طريق تاني. من سري جابر جابر ابن عبدالله. يقول ما بلغاه عني فضيلة. فعمل بها ايمانا ورجاءا للثواب. اعطاه الله ذلك وان لم يكن كذلك. يعني ربنا يدي له الثواب ده. وده الحديث ده حسنه. حتى لو ما كانش وكنتش قلت كده. شوف الحديث تاني اللي رسول بيحذر فيه. من كار السنة بصفة عامة. يقول يوشكوا رجل يوشكوا ان يجعود رجل في رواية شبعان وفي رواية ما فيش شبعان. والحديث يقول اتنين صحاح. حديث صحيح. يوشكوا ان يقعوا درجو الرجل متكئا على اريكته يحدث بحديث عني. يحدث بحديث عني من حديثي. فيقولوا بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال احلالنا وما وجدنا فيه من حرام حرمنا. الا انما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. يعني السنة. السنة زي القرآن. القرآن من ربنا سبحانه وتعالى والسنة من الرسول بإلهام من الله سبحانه وتعالى. فلو احنا انكرنا السنة او انكرنا جزء من السنة زي الناس اللي بتنكر الحديث ضعيفة. يبقى احنا كأننا نكذب النبي صلى الله عليه وسلم او كأننا نضع. لان الرسول عليه وسلم مش ممكن يفتح بوق ويتكلم. الا الضرورة. سواء كان الحديث صحيح او مش صحيح او فيه ضعف. يبقى لو احنا قلنا الناس متعملوش بالحديث ده عشان ضعيف. يبقى معنا كده. ورسول صلى الله عليه وسلم غالبا قاله. او روح حتى لو ما كانش قاله. هو بيقول لك اعتبر ان يقلته. يعني انا قلته. يبقى هو كأنه قاله. وما هو الرسول بيقول لك لو انا قلته او ما قلته انا قلته. يعني بيقول لك اعمل بي انا قلته. حتى لو ما قلته انا قلته. يبقى هو كأنه قاله فعلا. يبقى انت بتنكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم مبتعملش به. حتى لو ما قالوش هو بيقولك اعتبرني قلته. انا قلته. فلو انت ما عملتش به. يبقى انت بتنكر السنة كده. او كالك بتكذب النبي صلى الله عليه وسلم. فنفس المتنة هنا اللي في الحديث صحيح يشيك رجل شبعان. يعني شبعان من شهوات الدنيا وبياكل ربما بياكل الحرام. بيتكلم بجهل. بيقول انا ابلقوا بكم كتاب الله بس. الحرام فيه حرام. عايز اعمل الحرام. هاتلي دليل من القرآن. لا كلام الحديثة. فذلك خرج علينا ناس انكرت البخاري وانكرت مسلم وانكرت. فالرسول هنا بيقول ايه. يوشيك رجل رجل متكئ وشبعان متكئ عليكتي. في الحديث ثاني بيقول ايه. لا اعرفان احدا منكم مش عايز اعرفه. مش عايز اعرفه. او قابل واحد. لا اعرفان احدا منكم اتاوا عني الحديث. فما جاءكم علي من خيره. قلته او لما اقوله فانا قلته. يبقى بيقول لك اعمل بالصحيح واعمل بالضعيف. والضعيف زي الصحيح عندي. الضعيف زي الصحيح عندي. بايزا انا. لزي يخرج علينا ناس. واحد من المنتسبين اللي يعني. طبعا مش عايز اجرح في حد واسكر اسمها احد. ضعف الاحاديث الصحيحة. وشكك فيها اللي جات في فضل قراءة صورة الكهف يوم الجمعة. وخلى الناس كتير. صبت الناس خليش انتبطت تقرأ صورة الكهف يوم الجمعة. واحد تاني. خرج وانكر الحديث ضعيفة اللي جات في فضل التبكير يوم الجمعة. اللي الحديث يقول اللي بيبكر يوم الجمعة. بياخد بكل خطوة قيام سنة بحلها. قيام سنة بحلها. والسيام سنة بحلها. الحديث منكر. ليه? بيستكسر فضل الله. ازاي ربنا سبحانه وتعالى. يديك في خطوة واحدة قيام سنة بحلها. والسيام سنة بحلها. مش عاجبوا الكلام. بيستكسر فضل الله. كأنه بيتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى كأنه قدرته محدودة. ده ربنا لو ادى الجنة اللي هو خليها دي كلها. لواحد بس. وخلق زي الجنة دي بعدد اعداد المسلمين. ولا حيأسر في ملكه حاجة. ولا حين أصم ملكه حاجة. ربنا قادر انه يخلق كون مليارات الاكوان زي كلنا احنا عاشين في ده. احنا متعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. ايه يعني انا مربنا سبحانه وتعالى. ده في حديث في فضل يوم الجمعة. بعشرين سنة. حسنوا كتير من العلماء. ان كل خطوة قيام سنة عشرين سنة وسيام عشرين سنة. فطبعا. بسبب انتشار الجهل. يا زلك الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث ايه? لا تقوم الساعة. حتى تصبح السنة تصبح السنة تبدعة والبدعة تصنة. لأن الحديث انا بقى حدث بيه الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول لا انتق عن الهواء. مش ممكن يتكلم من فراغ. ولا يمكن يفتح ويتكلم الا لضرورة. لك لاس ده السنة في شك. في واحد في السنة ضعيف بيغلط بيزود كلمة بيناقص كلمة. او في واحد مجهول مش عارفين هوليته ايه سيكون صادق. لا مش هنعمل بيه. والرسول قال. تكون النتيجة ايه? يبقى. يبقى. يبقى ده ممكن عند الناس. كانوا بدعة ويجي حاجة ما لهاش دليل خالص في السنة. خالص. ان انا واحد يختراحها وتنتشر بالناس وتبقى سنة. تصبح السنة تبدعة والبدعة تصنة. فضيعنا كتير جدا من الاحديث. الضعيفة او الحسنة. عشان ايه 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 ايه. ايه. العلماء اللي موجودين دلوقتي اللي هم مفروط لا يساوي مسقل زرة بالنسبة للعلماء السلف الصالح وقالوا لا ما نعملش في الحسن الضحيث الضعيف فكانت النتيجة انهم صبطوا الناس وفوتوا عن النسخ العظيم وضيعوا عن النسخ العظيم وتكون النتيجة ايه؟ انها ما نعملش عمل صالح فيه سهاء؟ ربنا سبحانه وتعالى وانت لما بتعمل عمل صالح ربنا وفقت العمل تاني فضيعوا عن النسخ العظيم وانتشرت البدع وضع فالرسول بيحذر زي ما حذرنا من انكر السنة بالكامل بيحذرنا هنا بانكر الحديث الضعيف بدليل ان هو عن نفس الكلام المتكئ بعدين قال ما جاءت علي من خير قلته او لم اقول فانا اقوله فانا اقوله وما اعتقل علي من شر فلا انا لا اقول الشر العديد الثاني اللي بيقول اللي بينكر السنة عموما رجل شبعان متكئ على اريكته يقول ما بينكم ما بيننا وبينكم كتاب الله فما كان فيه من حلال احلالناه وما كان فيه من حرام احرامنا يبقى ايزا الرسول بيحذر يقول اللي بيحينكر الحديث الضعيف كأنه بينكر السنة برضو لان ضعيف هو بيقولك اعمل بيه لو انا ما قلته انا قلته يبقى هو كان نقوله فعلا ده على فرض ان هو ما قالوش واحنا بنقول ان 70% او 80% من الحديث الضعيفة الرسول قالها فعلا يبقى هنضيع السنة كده وعنضيع الناس خير عظيم فهتسأل وقتا ستسألونا يوم القيامة عن السنة اللي بتتسببه في ضياحها وتتسببه الناس عن العمل الصالح فيه فالاسف شديد فهو ده السنة تبقى بدعة والحديث الضعيف ينكر والبدعة اللي ملاش اصل ملاش دليل خالص تنتشر وتبقى سنة فاوع تمشي ورا حد يقول لك الحديث ضعيف ما تعملش بي الحديث الضعيف لا يجوز العمى بي اوع تمشي ورا كلام حد اللي ما تلاقي حديث ضعيف فيه صواب عظيم اعمل بي اعمل بي حتى لو ضعيف جدا اعمل بي اقولوا قولي هذا